موسيقى الرئيس السيسي يواجه بتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها موسيقى بوتين يحضر توريد النفط من روسيا لدول التي فرضت ثقفا سعريا اعتبارا من اول فبراير المقبل موسيقى ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة القطبية التي تكتاح الولايات المتحدة الى 62 قتيلا موسيقى السادس صباحا مشاهدين الرابع بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية تأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد الى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ واخلال اجتماعنا لمتابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وجه الرئيس السيسي بتكوين ظاهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها كما شدد على ان نهضة الامم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية اساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بان يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد الى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ ولتكوين ظاهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي اقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والاحمر مشددا سيادته على ان نهضة الامم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية اساسية داعمة لكافة قطعات الدولة واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة خاصة ما يتعلق باعدة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال انشاء حواجز امواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وانشاء ارصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشركة مع الخبرة العالمية العريقة من القطع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال وذلك بهدف انهاء اي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها سواء ما يتعلق بخروج الصدرات للأسواق العالمية او استقبال الواردات من مستلزمات الانتاج الاساسية وهو الامر الذي من شأنه ان يساهم في مضاعفة الانتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ خاصة الزراعة والصناعة كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير ميناء الاسكندرية الكبير والذي سيضم ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الاوسط بمنطقة المكس بما في ذلك مستجدات انشاء البنية التحتية لساحة التخزين الجديدة ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد وضميات خاصة ما يتعلق بمحطات تدول الحويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطع الخاص واطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات وكذلك محور السخنة الدخيلة فضلا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي الأين السخنة الإسكندرية العالمين مرسى مطروحة بطول ستمائة وخمسة وسبعين كيلو متر وبإجمالي أربع وثلاثين محطة والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعية في التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة في معدلات النمو السكاني وأثار ذلك على ما يتم من أعمال تنميتنا في مختلف القطاعات وخلال اجتماع لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية جدد مدبولي الإشارة إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات إلى جانب توفير فرص العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية فضلا عن دوره في ضبط معدلات النمو السكانية عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وقدمت بولي أن المشروع من أحد المشروعات المهمة معلنا قرب انتهاء المرحلة الأولى منه وأنه يجرأ العمل حاليا على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية وشهد الاجتماع استعراض مكونات المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة والتي تضم مبنى التحكم ومبنى هرم العروض الرقمية ومركز الإبداع والابتكار وجامعة مصر للمعلوماتية والأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا والمعلومات لدول احتياجات الخاصة ومعهد التكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات أعلنت توزارة الداخلية البدء في تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكبار اعتبارا من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي تتسبب في وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية الطرق هي شرايون الحياة والتنمية على أرض الوطن عققت الدولة في إنشائها طفرة كبيرة في أمانها والتساعها وكفاءتها ليصل المواطنون لوجهتهم في أمان وفي أقل وقت وفي طال المتابعة الميدانية للحركة المرورية على هذه الطرق والمحاور بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات فقد تم رصد سلوكيات خاطئة لبعض قائد المركبات تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار والتي تتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية من هذا المنطلق فقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكبار لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائد المركبات وتتسبب في أعاقة الحركة المرورية إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام الجديد وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السيولة المرورية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 929 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 356 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستراء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 74 طن أما في مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز والشعير بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 259 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 911 قضية من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلى فتم ضبط ثمان قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 66 طن تسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للهايدروجين الأخضر بفضل ما تمتلكه من إمكانات في هذا المجال المزيد من العرض مع الزميلة لما جبريل أهلنا بحضراتكم توقعات إيجابية فيما يتعلق بمجال الهايدروجين الأخضر في مصر وكالة بلومبرغ الأمريكية أكدت أن مصر ستصبح في المستقبل أكبر منتق للهايدروجين الأخضر في أفريقيا بحجم 20 مليون طن سنوياً بلومبرغ أكدت أن الهايدروجين الأخضر سينتج في ثلاثة محاور رئيسية في مصر والقارة هي مصر ومحور شمال غرب أفريقيا بالمغرب وموريتانيا ومحور أفريقيا الجنوبية في نميبيا وجنوب أفريقيا لتكون مصر في الصدارة بإنتاج يبلغ 17 مليون ونصف المليون طن مصر بدأت منذ عام 2014 في وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتقددة بهدف تنويع مصادر الطاقة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة أريح كما قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات لتشين مشروعات لإنتاج الهايدروجين الأخضر لما له من أهمية كبرى في القضاء على انبعاث ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري ضمن جهود العالم نحو مكافحة تغير المناخ ووفقا لدراسة لوكالة بلومبرغ فإن قارة أفريقيا لديها القدرة على إنتاج ما قيمته تريليون يورو من الهايدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2035 أضافت الدراسة أن عدد من الدول الأفريقية الأخرى ومن بينها الجزائر ونيجيريا وموزنبيق لديها القدرة على بدء الإنتاج لافتة إلى أن أفريقيا ستتمكن من تصدير حوالي نصف من إنتاجها ما من شأنه أن يمكنها من توفير ما يعادل 15% من الغاز الحالي المستخدم في الاتحاد الأوروبي مشاهدين الكرام كان هذا عرضنا حول توقعات الإيجابية لمصر وأفريقيا في إنتاج الهايدروجين الأخضر شكرا على حسن المتابعة شكرا على حسن المتابعة وإلى الشأن العالمي حيث وقع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تدابير خاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقفا على أسعار النفط الروسي وأفقا للمرسوم فإنه يحضر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفردون سقفا سعريا في العقود في رد طال انتظاره على فرض الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يحضر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي أقرد سقفا سعريا في العقود المرسوم الرئاسي الروسي يبدأ العمل به في الأول من فبراير المقبل وسيبقى ساريا لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو الفين وثلاثة وعشرين ونص على أنه سيحضر تسليم النفط ومنتجات النفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد أخرين إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره وأشار مرسوم الكريملين إلى أن هذه التدابير جاءت ردا على ما وصفه بالإجراءات العدائية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية بينما تضمن بندا يتيح للرئيس بوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة الإجراء الروسي جاء في أعقاب تهديد الرئيس بوتين في وقت سابق بخفض إنتاج موسكو من النفط إذا تطلب الأمر ردا على سقف الأسعار ليخرج بعده نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك مهددا بالإجراء نفسه بداية من العام المقبل محذرا من أنه سيكون من الصعب على أوروبا العثور على بديل للنفط الروسي بينما قال وزير المالية الروسي أنتون سيليانوب إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 حيث يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على عمليتها العسكرية في أوكرينيا كانت دول مجموعة السبع وستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 بدأت تطبيق صقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل وذلك اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022 كأحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرينيا قال رئيس الأوكريني بلودمير زينسكي أن بلاده تواصل إعداد قواتها الأمنية والدفاعية للعام المقبل واعتبر في خطابه اليومي أن هذا العام سيكون حاسما لبلاده مضيفا أن حكومته قللت من المخاطر التي ستواجه كييف خلال أفاصل الشتاء قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستقف مع كييف في حربها مع روسيا مهما طال الوقت وضف بلينكين أن الأوكرانيين ينتظرون شتاء قاسيا وأن الولايات المتحدة ستعمل من دون كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا وتعهدت الحكومة الإيطالية بدعم كييف كما جددت التزامها بتحقيق سلام عادل لأوكرانيا وخلال اتصال هاتفيا بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأوكراني فلوندومير زينسكي أكدت روما دعمها لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية لضافة إلى إصلاح البنية التحتية للطاقة والعمل على إعادة الإعمار في المستقبل القريب كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا بوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 77 طن من المساعدات الأساسية إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضي وأكدت بوندرلاين أن المساعدات إلى أوكرانيا شاملت الإمدادات المنقذة للحياة مثل الأدوية والغذاء ومواد المأوى بإضافة إلى مركبات مكافحة الحرائق والمستشفيات المتنقلة لفتة إلى أن تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا يزداد قوة بفضل هذه الإجراءات أبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش استعداده للتوسط في قضية قمة السلامة التي تدعو إليها أوكرانيا إذا وافقت جميع الأطراف بما في ذلك روسيا في المقابل حذر وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف أن على أوكرانيا تلبية مطالب موسكو وإلا سيفرضها الجيش ترحيب أممي للتوسط في قضية قمة السلامة التي تدعو إليها أوكرانيا إذا وافقت جميع الأطراف بما في ذلك روسيا الإعلان الأممي يأتي ردا على دعوة وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبة إلى عقد قمة السلامة بحلول نهاية فبراير المقبل وأن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة كوسيط محتمل وأضاف كوليبة أن جميع الحروب تنتهي بطريقة دبلوماسية وتكون نتيجة للتطورات في ميدان المعارك والحوار على طاولة المفاوضات حسب تعبيره الدعوة الأوكرانية لم تجد صداها في موسكو التي أكدت رفضها إجراء مفاوضات سلام بشروط أوكرانيا وتمسكت بضرورة تنفيذ كياف لمطالبها بشأن نزع السلاح والقضاء على ما أسمتها النزع النازية ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن وزير الخارجي سيرجي لافروف دعوته السلطات الأوكرانية إلى التحرك للقضاء على ما قال إنها تهديدات لأمن روسيا وإلا فأن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر وفق تعبيره كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أعلن استعداد بلاده للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة لكنهم يرفضون ذلك وترغب روسيا في التفاوض على أساس الوضع الحالي والأمر الواقع وتعتبر المناطق التي سيطرت عليها بهجومها الأخير منذ فبراير الماضي أراضي روسية في حين تطالب كييف بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط مسبق للقمة وأخفقت أربع جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف إضافة إلى لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا ووساطات مختلفة في حل حالة الأزمة التي انعكست تداعيتها على العالم أجمع أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستفي بشكل صار من بجميع التزامات إهتجاء الشركاء فيما يتعلق بتوريد الأسلحة والتهمة تممثلة الخارجية الروسية مريزة خروفة واشنطن بالترويج لعجز روسيا في الظروف الحديثة عن توفير صيانة عالية الجودة وقطع غيار أصلية لازمة للإصلاح مشيرة إلى أنه في حالات نادرة كانت هناك تأخيرات في تسليم المنتجات الروسية الخاصة نتيجة لتهديدات العقوبات الغربية ضد الشركات النقل الدولية المتعاونة مع روسيا موسيقى موسيقى أقت المحكمة العليا الأمريكية لإجراء الذي اتخذ في ذروة تفشي فيروس كورونا والمستخدمة منذ عام 2020 لمنع مئات الألاف من المهاجرين من دخول البلاد وقبلت المحكمة مرحليا على الأقل التماسا من 19 ولاية قالت أنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا رفع الإجراء المسمى تايتل 42 وفي مارس من عام 2020 فعلت إدارة دونالد ترامب هذا الإجراء الصحي لتتمكن من طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرية مع المكسيك في غضون ذلك قال البيت الأبيض أنه سيلتزم بقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قضية المهاجرين لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير دعت في بيان إلى القيام بإصلاح شامل لنظام الهجرة الأمريكي وتوسيع المسارات القانونية للهجرة قال مسؤولون أمريكيون إن حكومة بايدن قد تفرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكفحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين وأرجع المسؤولون السبب في ذلك إلى وجود مخاوف لدى واشنطن من نقص شفافية البيانات الواردة من بكين وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك قرر مجلس النواب الأمريكية حضر تطبيق الفيديو الصيني تيك توك من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه مما يعد إقرارا للقانون الذي يدخل حيث تنفيذ قريبا ويحضر التطبيق من أجهزة الحكومة الأمريكية وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب أن التطبيق يعتبر عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية ويجب حثفه من جميع الأجهزة التي يديرها المجلس ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التحركات من قبل حكومات الولايات المتحدة لحضر تيك توك من الأجهزة الحكومية كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023 وذلك خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم ملمحا إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة والتوتر وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب برئاسة كيم استعرض الوضع الصعب الذي نشأ في الأونات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والمشهد السياسي الأوسع نطاقا وضافت أن كيم حدد مبادئ الشؤون الخارجية واتجاه النضال ضد ما وصفته بالعدو فضلا عن أهداف تعزيز القوة الدفاعية لم تقدم الوكالة تفاصيل عن تلك الأهداف لكن تصريحات كيم قد تشير إلى أن بيونج يانج ستواصل تسريع حشبها العسكرية أعلنت الشرطة البرازلية أنها تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الرئيس لولا دي سيلفا في العاصمة برازيليا وذلك قبل أيام قليلة من مراسم تنصيبه المقررة يوم الأحد المقبل وكانت الشرطة البرازلية قد أبطلت مفؤول عدد من العبوات الناسفة عثر عليها في ضواحي العاصمة برازيليا خلال الأيام القليلة الماضية كما ألقت القبض على شخص كانت قد وضع عبوة ناسفة بالقرب من مطار العاصمة البرازلية قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد قرر القضاء البلجيكي إبقاء مدير منظمة غير حكومية ونائب سابق في البرلمان الأوروبي الإيطالي الاشتراكي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بتهم فساد في البرلمان الأوروبي وقام القضاء البلجيكي بتوجيه إليهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد رقح رئيس الصربي أليكساندر بوتيش عدم التواصل إلى حل وسط مع كوسوفو وذلك بعد أن زادت حدة التوترات بين البلدين وخلال اجتماعه مع باتريارك الكنيسة الأورثوديكسية الصربية تهم بوتيش السلطات في كوسوفو بأنها لا تريد إجراء محادثات مع بلاده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدت الكويت تساقطا كثيفا للثلوج في ظاهرة فريدة كما شاهدت البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ورصدت مقاطع فيديو تدخل الجهات المعنية لسحب المياه وكتل الثالج لفتح الطرق أمام السيارات كما شاهدت السعودية تساقط الثلوج في عدة مناطق أبرزها منطقة جبال مركز اللوزة في تابوك حيث توافد على المنطقة العديد من المواطنين لرصد تساقط الثلوج في تلك المنطقة الجبلية هذا وفادت وسائل إعلام أمريكية بارتفاع حصيلة ضحايا العصفة القطبية التي تكتاح البلاد إلى 62 قتيلا هذا وقررت وزارة النقل الأمريكية إلغاء ألاف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية ما ترك العديد من المسافرين أو ترك العديد من المسافرين علقين في المطارات أما عن حالة تقس محلي يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء تقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقس بارد ليلا على الأنحاء كافة وفي ميال بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ختم سلسة مشاهدين وإلى العنوان الرئيس سيسي يواجه بتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستعابية بها بوتين يحضر توريد النفط من روسيا للدول التي فرضت صقفا سعريا اعتبارا من أول فبراير المقبل اتفاع حصيلة ضحايا العاصفة القطبية التي تكتاح الولايات المتحدة إلى 62 قتيلا ولمزيدة من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة كنت معكم نسرين فؤاد إلى اللقاء